نظمت جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية في نابلس لقاء حواريا تحت عنوان العيش المشترك وذلك في كنيسة بئر يعقوب التاريخية بحضور محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان وراع الكنيسة الأبيوستونيوس وعدد كبير من المسؤولين ورجال دينا من مختلف الديانات وعرب المحافظ رمضان عن سعادته بعقد هذا اللقاء في بئر يعقوب لما ينطوي عليه من دلالات حقيقية للعيش المشترك مبديا تقديره لهذا اللقاء الحواري الذي يهدف للتباحث في مواضيع تخص سبل العيش المشترك لكل مكونات المجتمع المحلي كما ركز المتحدثون على رمزية الكنيسة التي شيدت قرب بئر يعقوب وهو المكان الذي التقى به السيد المسيح مع المرأة السامرية مشيرا إلى أن هذا المكان ظل على الدوام أحد محطات الحج المسيحي في العالم